طيب هل تم إعفاء أي أو تم استثناء أنشطة ممكن تكون بتقدم للمواطن أنشطة أو يعني ما يتعلق تحديداً بخدمات المرافق للمواطنين؟ بص حدودة خدمات المرافق للمواطنين الشيء المنطقي أن أنا ما زودش العبق على هذه الشركات اللي بتقدم هذه الختمة لأن في الآخر لو أنا زودت العبق عليهم بيحملوها على المواطن طبعاً فطبعاً إحنا مستثنين هذه الجهات دي من إيه من هذا القوم فطبعاً عشان ما زودش إيه أي عبق على المواطن يعني لو لغيت أعفاءات مثلاً بديها لشركات المية أو لشركات الكهرباء أو الصرف الصحي مشيء طبيعي أن هما في التكلفة هيحطوا كل فده كان تم استثناء علشان المواطن في الآخر ما يتحملش زي الأمن القومي وزي التسليح والكلام طيب هو مهم لأنه بس المواطن عايز يتطمن لا المواطن يعني هو لازم المواطن يكون مطمئن ليه السياسة العامة للقيادة السياسية في البلد من 8 سنين أن الأولوية لحماية المواطن والعنوان حتى الموازنة اللي بدأت من يومين في 1 سبعة في تقريباً 530 مليار جنيه حماية مجتمعية للمواطن فلا أعباء على المواطن في حزي الموازنة أو في أي فترة قادمة والكلام ده بقاله 8 سنين مستمر طيب برضو الموضوع المهم وهو الضرائب أو الإعفاءات الضربية هل برضو هتكون على كل الأنواع يعني جمركية عقارية ولا هيتم تعامل مع موضوع ده الضرائب بتشمل ايه؟ كل أنواع الضرائب طبع الجمالك هو نوع من الضرائب الضرائب العقارية هي نوع من الضرائب فده كله كله بيشمله فما فيش استثناءات ما فيش استثناءات للجهات الدولة مرة أخرى من أي نوع من نوع الضرائب الرسول طيب بس ايه بقى دي المادة الأولى المادة التانية بنقول ايه؟ الجهات اللي أبرمت تعاقدات والتعاقدات لازالت سريع بتستمر لغاية انتهاء هذا التعاقد وخلاص عشان ايه برضو ما نلغبطش الدنيا